الساعة الخير الاسباجيتي بالسوس البولونيز من أشهل أطباق اللي ممكن ناكلها بره في المطاعم ويعني أحيانا بنحتار سر السوس الجميل ده إيه فالنهار ده إن شاء الله هنعمله بطريقة سهلة جدا ومكونات بسيطة ولو عندكم حد بيحبش الاسباجيتي النهار ده هيكون ده طبقه المفضل تعالوا عرفكم بقى هنعمله إزاي في البداية كده أنا فرمت بصلتين بصلتين كبار فرم ناعم بسكينة وحطت عليهم حوالي أربع معلق من الزيت وهيشوحهم على النار لحد ما يتبالوا يعني البصل هتبقى طرية زي ما احنا متعودين قبل ما نحط عليها اللحمة أو بقية المكونات حوالي خمس ست دقيق كده مع التقليب لما نحس إن البصل وما لمسها بقى نعم وبقى طرية بعد كده هنزل بالمقدار اللحمة اللي عندي أنا معي هنا حوالي ربعمائة جرام من اللحمة ممكن تكتره شوية أو تقلله شوية مش مشكلة الطوصة وهي سخنة أنا بحب قوي إنها تلمس الطوصة وهي سخنة الأول قبل ما دخلها جوه البصل عشان هتفز بكل الجيوس اللي في اللحمة بعد كده بقى هعمل بين الاتنين يعني هدخل البصل مع اللحمة عشان تبدأ تاخد من طعم البصل الجميل وتديها التعسيلة الحلوة خلص اللحمة بدأت تشكشك معي كده وتاخد لون هقلبها بقى مع البصل شوية حلوين كده لحد ما أحس إن تشربوا من بعض وأنا مجهزة معي تشكيل التوابل لطيفة قوي معي مجهزة بابريكا ومجهزة إيرفا وبهرة اللحمة وفلفل أسود وملحة يعني حوالي خمس بهرات كده مش كتير ولكن هما تشكيلة حلوة جدا وبتدي طعم وتستعلي قوي للسوس ده هقلب التوابل كويس جدا مع اللحمة أول ما تبدأ التوابل تسخن هتحسوا بريحتها وتحسوا بريحت اللحمة بصراحة جنن حلوة جدا هيطلع الخليط ده في النهاية صلصة محترمة جدا مش هتفرق كتير عن اللي بناكلها برا هقلبها كويس بعد ما تسخن كده وشم ريحت التوابل عندي معلقتين من صلصة الطماطم المعجون الجاهز اللي بنشتريه هحطهم علشان يدوا لون حلو للحمة وطبعا اللي مش حابب يستخدم الصلصة دي ممكن يستخدم طماطم فرش بس أو تستخدم الصلصة دي بس وهتحتاج تزويدي معها مية فانا حطيت معلقتين كبار من الصلصة وهضيف حوالي بولة كبيرة من عصير الطماطم ده عصير الطماطم فرش يعني ضربته صفيته بس عشان عايزة قوام السوس يبقى نعم جميل هقلب بقى كده لحد ما دخل الطماطم مع اللحمة مع بقية المكونات واسبها على نور هادية هتاخد منك حوالي عشر دقيق على نور هادية عشان تتسبق ويطلع طعامها جميل جدا مش هزود اي توابل ولا ملح تاني بس هتاخد معينا حوالي عشر دقيق ربع ساعة بكتير وهتبقى جاهزة في منتهى السهولة ومنتهى الجميع في الوقت ده انا هصلق المكارونا معي كيس من المكارونا اسباجيتي مية مغلية وفيها معلقة من الملح ومعلقة من الزيت وهحط المكارونا طبعا هتاخد مننا حوالي سبع لتمن دقيق حسب عجلة المكارونا ادي السوس معي استوى ما شاء الله جميل لونه حلو وريحته اجمل والمكارونا طبعا هنصفيها ونحط عليها معلقة من الزيت ونغرف بقى لزة طبق ممكن ناكله يا جماعة لو جربت الطريقة دي ابعدكن اي حد ما بيحبش المكارونا الاسباجيتي هيبقى ده الطبق المفضل عنده بجد انا ما بيعملها بالشكل ده ما بتعودش طعمها مختلف تماما عن اي سوس تاني ممكن تقدموه مع المكارونا بالهنة والشفا هنحط عليه بقى السلسة وهي سخنة طبعا لو رحت اي مطعم هتلاقو الطبق ده بيتقدم بنفس الشكل بس هتدفعه فيه شوية كتير يعني فجهزو في البيت بالطريقة والمكونات السهلة دي بالهنة والشفا ان شاء الله يعجبكم جدا خطوات تكون سهلة عليكم ياليت لو عجبكم الفيديو ما تنسوهوش في لايك وشير لكل اصحابكم واحبابكم وتنوروني باشتراككم لو اول مرة بتزروني بشكركم جدا على وقتكم الغالي تمنياتي لكم بكل الخير السلام عليكم اشتركوا في القناة